السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا قلنا اسف اول مجموهة و في اول نوع ذلك لقينا نوع تعرفت اليها من اللي انطلتوا المدرسة سور Τوي ت BUR' 10 شوارت نضاء هذه كمت Bu IP نضاء تعرفت عليهнего أيضًا صفر واحد شوش تاتا ربعة خمسة هادو هما اول اعداد تعرفتو عليهم فاشيالله دخلتو للمدرسة صافي اسميت هاد المجموعة او لا اسميت هاد الاعداد هاد الاعداد اسميتهم اللي زونتية ناتوريل الاعداد اللي هوما صحيحة طبيعية صحيحة قلنا انتية ما فيهاش الفاصيلة انتية هي صحيحة ناتوريل هي طبيعية هادو هما اول اعداد تعرفتو عليهم فالتحضيري فاشيالله دخلتو للمدرسة اليومة الاعداد الموجابة وما فيهمش الفاصيلة صفر واحد شوش تاتا ربعة خمسة هاد المجموعة هي اصغار مجموعة اسميتها اسميتها لانسامبل ان هادا هو لانسامبل ان هادا هو الرمز او لا السامبول جالها ان اذا هادا هي لانسامبل ان هي اصغار اصغار مجموعة واللي فيها اعداد صحيحة وهي فيها كاملين هادو كاملين اعداد ليه موجابة خبيعية من بعد لقاوا الناس بلي كانين اعداد ليهما ساليبة يعني ما كانش الاعداد موجابة وانما لقاوا بلي كانين بعد الاعداد ليهما ساليبة بحال مثلا في درجات الحرارة تتلقى مثلا بحال في التلاجة تتلقى ناقص ثلاثة درجة ناقص سبعة طوط الدرجة ناقص الى اخر اذا لقاوا الناس اعداد جديدا ليهما اعداد ساليبة اذا هاد الاعداد الساليبة حتى هما خصهم خاصهم واحد المجموعة اذا خاصهم مجموعة اذا بما اننا لقينا اعداد اخرين من غير هادو اذا اش غدينجيرو غدينكيو او لا غدينجيرو واحدا ينشقو واحد المجموعة اخرها ها هي بحيث ان هاد المجموعة هادة الخضرة غادينخشيو فيها المجموعة اللولى اللي هي هاد المجموعة ان هاي هاد المجموعين راكينا فوس لاد المجموعات الجديدة الي الي الخضر صافي ايدان هاد المجموعات هادي هاد بالخضر راكيها هاد الاعداد خمسات سعود واحد زي 1216 الى اخيره ولكن زي داع ليها باعداد خرين الي هوا مساليبين بحالش بحال مثلا بحال نقص 160 نقص 7 نقص 170 نقص 13 نقص 30 نقص 100 نقص 44 نقص 27 اقصد 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 اقص زد رأى فيها هذا الاعداد الموجبه اذا مثلا تسعود واش ينتمي الى المجموعة زد ولا لا نعم واش تسعود ينتمي. علاش بما ان تسعود ينتمي الى ان والمجموعة ان كينها داخل المجموعة زد اذا تسعود ينتمي الى مجموعة زد لك فهمتوني كيفاش ولكن الى قلت لك مثلا ناقص 4 و stabilityotte Red إذا ستقول ليا لا ناقص 44-sun ولكن unas أعداد المجموعة زيادة مجموعة زيادة يعني رأى هذا N كان داخل مجموعة Z لك فهمتوني كيفاش تخيبها إذا كان مجموعة N أصغر وحدة وتبعها مجموعة Z اللي في هاد الأعداد الموجابين عاد فيها أعداد خاصين بها اللي هادوا هادوا هاد الأعداد الساليبة تخيبها من بعد الناس لقاوا بعد الأعداد أخرين اللي مثلا مثلا 6.7 8.9 اللي هما أعداد فيهم الفاصلة ومحدودين يعني خاصة هم تاني مجموعة أخرى مادام نلقاوا أعداد خلين جداد ما كانينش مختلفين على هادوا إذا نخصنا ندروا تاني مجموعة أخرى داروا سدي تاني مجموعة أخرى ليه يسموها سموها لنهم غدي سيمو الأعداد العشرية بحالاش بحال مثلا هاد الأعداد هادا بحال 13.04 نقص 1.9 521 نقص 2.6 إلى أخيره إذا هادوا أش كيتسمو لنهم غدي سيمو الأعداد العشرية يوم هاد الحمرين إذا هنا كيف أش هاد نقرأ أنا هاد شي وبعدها اسميت هاد 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 هاذي هاد للنهم غدي سيمو اسما وهاد دة إذا دا نفهمه غدا نفهمها وثاني إذا هاد للنهم غدي السيمو علش يدرنا هاد المجموعة هذه علش ؟ حيط لقينا بعد الأعداد اللي هما هادوا أعداد فيهم الفاصلة ومحدودين في هذا الجزء العشاري لاباقدي دي سيمال فيني إذن لقاوا أعداد جديدة علاق بالهم درنا هاد المجموعة دي ولكن أش درنا إذن هاد المجموعة دي راه داخلة فيها المجموعة زيد وداخلة فيها المجموعة إن إذن إلا سولتك هاد تسعود وش ينتمي إلى المجموعة دي نعم حيث ديها هي راه كي نفصت منها هدي وكي نفصت منها هدي إذن فينا هي أكبر مجموعة هنا هي مجموعة دي إلا قلت لك مثلا ناقز 68 وش ينتمي إلى مجموعة دي نعم حيث مجموعة دي أكبر من المجموعة زيد ولكن إلا قلت لك مثلا ناقز 8.6 وش ينتمي إلى مجموعة زيد لا علاش حيث ناقز 8.6 كي نبرد يا المجموعة زيد المجموعة زيد حدها هنا حدها هنا حدها هنا هاد الخضر والمجموعة إن حدها هنا المجموعة زيد ها يعني كي نبرد يا مجموعة دي ها هي بالحمر وقد ديالها تانتزد واحد ثانية لديها ن بمعنى ان هاد مجموعة الاعداد الى المجموعة ن كلها تنتمي الى مجموعة d و الاعداد الى المجموعة ز كلها تنتمي الى مجموعة d ولكن العكس لا يلمشينا من د الى انا لا هاد الاعداد رغم هذه الاعداد لا تنمي او ز وللاعداد ذي والز ما غانيت sang m مجموعة ان ولكن العكس صحيح. يك فهمتوني كيفاش. تخيب يعني اذا احنا قدرنا هاد المجموعة هادي. من بعد لقينا عود تاني اعداد اخرين. لقينا واحد الاعداد اخرين اللي ماشي بحال هادو مختلفين على هادو. وعود تاني على ودوم درنا واحد المجموعة اخرى تاني كبيرة. بحال اش هاد الاعداد اش سمينا هاد المجموعة سميناهم اللي انهم بغاسيونيل. قلنا اش نوى غاسيو. يعني انفراكسيون يعني غاسيو يا كسر. بمعنى بحالش بحال مثلا ناقص 15 على 37. مثلا زايد واحد على 3. مثلا ناقص 3 على 11. مثلا ناقص جوج على 3. مثلا 32 على 3. مثلا هاد الاعداد. باش كيتميزوا هاد الاعداد جداد. انهم كلهم تلكتبوا لي على شكل ا على ب. واكتر من هاد مثلا درنا واحد على 3. اش حال بتخرج لنا. بتخرج لنا صفر فاصيلة 3.3.3.3.3 غير محدود. اك عقلتوا على هاد الشي. بمعنى ان هاد الاعداد. هاد الاعداد ديال المجموعة كي. راح فيها الفاصيلة. ولكن لباختي ديسيمال ديالها الجزء العاشري غير محدود. ايدان اعداد مختلفين على ذاك الشي اللي شفنا. ايدان على ودهم هاد الاعداد هادو اللي كيتميزوا بهذاك شي. على ودهم درنا عاو تاني واحد المجموعة اللي هي كي. اللي هي لنوم غاسيوني. ايدان اش عادي نستفد عاو تاني هنا. فينا هي اكبر مجموعة هنا. هي مجموعة كي. ايدان المجموعة كي راح دخل فيها جميع الاعداد ديال المجموعة دي. ودخل فيها جميع الاعداد ديال المجموعة زين. ودخل فيها جميع الاعداد ديال المجموعةين. ولكن العكس لا. صافي. العكس لا. فهيلا عاو التاني كينين باعداد اخرين مكينينج هنايا مختلفين على هات الشي كاملو يعني علاودتم تاني قدرناها تاني واحد مجموعة اخرى هاي يسميناها لاننه بغيه الاعداد الحقيقية شنا هم هاد العداد بحالش بحال مثلا بي على ستة بحال مثلا جدر جوج بحال ناقص دوب بي شحال جدر سبعة بي على ستة جوج على دوب بي على ثلاثة جدر ثلاثة على خمسة معاقص جدر تلتاش اذا هادو باش كيتميزوا هادو فيهم اذا الجذور المربعة وفيها وكينها تبي هادو هما اشهر هادو هما البوبيلية هادو هما الاحداد المشهورين ديو للنوب غيال هما الجذور المربعة ولكن الجذور المربعة غير كاميلة فاتتنون غير كامية مثلا الى قتلك جذر ربعة وش جذر ربعة وش النوب غيال وش كنتمي وزع ما وش l verz geel لاحي congrج partifi partifi part Перв 15 للنبد sz ف 보면 تقري Все فهمت باهش هيا اهناche Или.. Suk الاعداد الحخاصة بهذه المجموعة هي الاعداد لي فيهم الجدر ولكن جدر غير كاميل وايضاL behalf P اذا ايضا اخر مجموعة عندكم وهي ادا جميع الاعداد جميع المجموعةه Thai بتنستطيع الاجتماعات جاميع الاعداد دي الذي مجموعة ذي استعملوا المجموعة r واحدا اليها مجموعه z اكبر مجموعه هي r فاش كن قولك اغ راه فيها كهاتشي كولو اذا زائد تلتاش راه تنتمي الى اغ حيت اغ هاي هاد كبيرة يعني اغ راه ضيرا عليهم كاملين يعني اقع هاد الاعداد كاملين هنا راه كنتمي ولميتها فيه ولكن الاخدنا مثلا جوج بيع لا ثلاثة راه مكتنتميش لهادو ولكن الاعداد ديال هاد المجموعة تنتمي لها فهمتو كيفاش اذا عفاكم ادي الخلاصة واخصكم تكونوا ضابطينها مزيان وفهمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته